عايز أدخل مع حيك في موضوع آخر وموضوع تاني هو إعوجاج السقين إيه هو إعوجاج السقين وممكن يكون إيه المسببات ليه؟ إعوجاج السقين بيبتدي معنا مشكلة من أول السن البيدياتريكس أطفال أطفال يعني سن الأطفال مراحل النمو وفيه حاجة اسمها في السيروجيكالباوينج أو إعوجاج طبيعي نورمل ودائما بيبقى في الولاد الصغيرين دائما إحنا عندنا أول بيبي أو البيبي بتاعنا لما يبتدي يمشي وإحنا ننزل بالسن الخالص بقى نشتغل أطفال شواء نشتغل أطفال كده ويجي عندهم إعوجاج بسيط في الرجل فالناس بتتخط ونيجي نتأكد إن ده إعوجاج ده نتيجة نقص كالسوم شديد أو نقص فيتامين ده الجديد لا مش لازم مش كل إعوجاج لازم ندي ولادنا جرعات عالية من فيتامين ده ونعبيه كالسوم ونعبيه فيتامين ده ياريت بس لو عند ابنك أو طفلك أو متدقي يمشي أو بعد السن سنة ابتديتي أنت تحسي بإعوجاج في رجليه ياريت نوديه للدكتور هيعمل تحليل كالسوم وفيتامين دي ويعرف هل ده إعوجاج في السيولوجي طبيعي أو إعوجاج مرضي ساعات الطفل بنعمله أشعى بنعرف نوع لين العزام في لين عزام بسيط جدا نتيجة نقص فيتامين دي وكالسوم تعرف بعد حبسة الكورونا اللي حصلت لنا السنتين ثلاثة اللي فاتوا ولادنا تحبسوا معنا في البيت ما فيش شمس ما فيش رياضة ما فيش أي حاجة خالص الأطفال اتأثرت عدم التعرض لشمس فترات طويلة عندهم نقص فيتامين دي في ناس عندها نقص فيتامين دي نتيجة عدم التعرض للشمس من أطفال أو نتيجة ضعف التغذية أو نتيجة ما عندهمش مستقبلات فيتامين دي على سطح العظم احنا بدين الموضوع اللي عوجاج بنبدري قوي فبنسميه فيتامين دي أو لين العظام المقاوم لفيتامين دي ده مهما تديله جرعات عادية من كالسوم وفيتامين دي ما بيستجبش فيا ريت لما يكون عندنا عوجاج نروح للدكتور بنعمل التحليل بسيط بنشوف مشية الولد أو البنت وبنطمن الأم والأب إن بلاش إن احنا ندي جرعات عالية من كالسوم وفيتامين دي لو اللي عوجاج ده تساب وبقى عوجاج سابت ومستمر في سن الخمس ست سنين ساعات عملية التقويم بتبقى نتيجة كويسة قوي افرد إحنا أهملنا بنكبر بيبقى عندنا عشرين خمسة عشرين سنة وعندي إيه عوجاج أنا كبرت وروح شغليه وبتدحزت بواجعة في رجبتي ببص في المراية لقيت رجلية مقواصة هل كل واحد رجلية مقواصة لازم يعمل عملية لا في حاجة اسمها أشعة اسمها ستيتشنج إكس ري أو أشعة إياس الزوايا ممكن يكون الصاق نفسها مقواصة لكن سطح المفصل متاوي تماما لسطح المفصل كده أوكي لو الأنجلز بتاعتي في الستيتشنج إكس ري الزوايا بتاعت المفصل المزبوطة واللي عوجاج تحت من الصاق نفسها لا قدمة الصاق نفسها وإذن أكسبت رينج بتاعي اللي هي الحد من سبعة تمانية تسعة عشر درجات في رينج أو فيه يعني لا يبقى ما فيش أي تدخل جراحي إفتنا عندي عوجاج وبقيس بالأشعة لقيت المفصل ديق من هنا قيت الرجل معوجة بالمنظر ده أو معوجة بالمنظر ده ولقيت المصافة دي ديقة كبرت دماغي أوكي تتحس بقلم تتحس بطقة تتحصل قطع في الغضروف هي دي بقى النقطة أنا راح أعمل عملية في الغضروف طب معلش ممكن نعمل أشعة وحددك واقف أشوف فيه عوجاج ولا لأ إن دي ميس هاب أو عدم حرفية في العمل إن أنا أخد قرار عرارانين بس إن من أحد أهم حاجات اللي بتشخص بيها الأشعة العادية والمريض واقف بعرف منها زاوية الرجبة بعرف منها قد إيه سطح تلاموسي للرجبة إن أنا لو عادم فيه عوجاج ودخلت عملية رباط صليبي أو عملية إصلاح للغضروف وأنا عندي عوجاج العملية مش هتنجح صحيح صحيح حضرت أنت بتصلح رباط وإنت عندك الهيكل الميكانيكي بتاع رجليك معوك فالهي تبقي الأستيوتومي أو إصلاح عوجاج الرجل من أحد أهم العمليات اللي إحنا ساعات ما بناخدش بالنا منها إنه بيجيلي المريض قولي أنا عندي قطع في الغضروف وعندي قطع رباط صليبي طب ممكن تعمل أشعة دي ولنعمل رانين لا الرانين ليس غنى عن الأشعة العادية إنه بحب نحكم على زوايا الرجل ساعات ما اللي عوجاج من فوق ساعات اللي عوجاج من الأنكل واللي عوجاجات دي بتأثر على سطح المفصل بنعمل حاجة مقياس ميكانيكا الأكسس واناتوميكا الأكسس يعني بنقيس زوايا رجلي كويس جدا بالأشعة وبناء عليه بناخد بلان مزبوط أهم حاجة في علم جراحة العظام إنه ناخد ديستيجن صح يعني الحمد لله جراحين كتير يعني شطار جدا 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 فعلا إحنا جراحين شطار جدا لكن الدستيجن صح أو البلان يتعامل صح وقت قرار لازم يتأخذ على أساسات كلها مزبوط بالضبط لازم يتعامل القرار صح